وعلى صعيد آخر أشهد الأستاذ علي الكثير بدور اللجانة المجتمعية بالعاصمة عدن مع معالجة قضايا المواطنين واستمع الكثير لدى لقاه قيادة الهيئة المجتمعية المساعدة لهيئة رياسة المجلس برياسة العام الطيار ناصر السعدي إلى التقرير لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من قبل اللجانة المجتمعية في مديريات العاصمة في حال النزاعات وتخفيف التوترات ومواجهة التحريض والتقريب من بعض الأفراد الخارجين عن القانون والنزولات الميدانية لبعض المرافق الخدمية لمراقبة سير عملها والمؤسسات التجارية لضبط أسعار المواد الأساسية والسلع المنتهية الصلاحية ومنع إطلاق النار بالتنسيق معالجات الأمنية وغيرها من القضايا المرتبطة بحياة المواطنين اشتركوا في القناة